بعد فترة طويلة من المواجهات الجيش الوطني يصل إلى بيحان ويفك الحصار عنها وبحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مناطق جعبور والنقوب والخزان وحيد بن سبعان القبلية والشرقية ومفرق بيحان حريب ومبلقة ومفرق الدهولي وجبل وعقدة العلم والحصول إلى مشارف مدينة العلياء مركز مديرية بيحان طيران التحالف كان حاضرا وحاسما في المعركة حيث نفذ عشر غارات جوية على مواقع تمركز الميليشيا لتنتهي المواجهات بأسر عشرات من الميليشيا وقتل العشرات أيضا أما الجيش الوطني فقد سقط منه ثمانية قتلى وبذلك تكون بيحان قد أصبحت في قبضة الجيش الوطني وتعد هذه المديرية من المناطق الهامة في شبوة كونها تتوسط اليمن وتربط بين جهته الأربع بالإضافة إلى أن الميليشيا كانت تتخذ منها ممرا لتهريب السلاح الواصل عبر الشواقع إضافة إلى قربها من حقول النفط والغاز وموانئ التصدير وبالقرب من شبوة وتحديدا في الجوف فقد كان اليوم حافلا بالانتصارات لقوات الجيش الوطني التي تقدمت من جبهة البقع لتلتحم بالقوات المرابطة في جبهة خب والشعف وبذلك يكون الجيش الوطني قد أنهى السيطرة على المناطق الرابطة بين محافظات شبوة والجوف وصعدة وأحكم السيطرة على طريق الدول الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر